انت موليد 2006 الله هو أكبر صغير ما شاء الله وبتلعب في وزني صعب 76 كيلو ده وزني صعب والمنافسة فيه وكمان بتلعب كمية فمين في وزنك علي الصاوي مسا وزنك لا في وزني لعب اسمه طاها طارق طاها ده لعيب الجزيرة ولا لا لا الزهور لعي الزهور معنا فاكر الزهور الجزيرة بمر عليها في اللعيب فبعليش بقى ده ما تطلع كبري اكتوبر تعدي تبقى في الزهور طب قولي ابني النادي الأهلي اه طبعا من الناس صغير عندها برضو 4 سين ونص الله هو أكبر ما شاء الله طب ليه كاراتي برضو عمر بصراحة انا زمان كنت عايزة عارب كرة بس انت جسمك كنت تبقى راس حربة ما حصلش ومساك بتجنل وصل حربة بس ما امت مرضيتش ببداح حقيها بصراحة الكاردة يعني احسن كاردة كنت تخذيته في حياتي يعني والدتك بتحيي على الهوة انها اه طبعا والدتي والدي بصراحة احسن كاردة كاردة في حياتي كلها طب لو قلتلك ان لعبت الكاردة بتاخد ملايين لا برضو بجد برضو الكارار ده اه بصراحة مش كل حاجة الفلوسة بالزبط المهم ان انا ننجح في حاجة طب قول لي يعني والدتك ربنا يديها الصحة واجهتك الكاراتين انت حبيت اللعبة جدا بصراحة اول بطولة خلاص لعبتها وكنت برضو اصغر من السن رعبتها سنة اكبر مني وكسبت الحمد لله فالموضوع عجبني اوي طب كنت تتوقع في يوم الايام بامانة ان انت تبقى دهب افريقيا لا بصراحة يا لو كان حد ده اللي من زمان ان انا بقى هنا دلوقتي وان انا كسبت افريقيا وراجع وانا خالص وكش لقاحك زكي خالص تستحق اكتر من كده ما شاء الله يعني بين في كلامك الشغف وان انت حبيب لعبتك وخليك فكر كلمتي دي ان شاء الله هتوصل يعني سواء انت او مصطفى فيه في عينكو شغف انا بشوفه في المنديوفي هنا انا باعرف مين اللي عنده شغف وعنده ويلنج ان يوسع يا رب طيب هنتكلم عن تأهلك لأفريقيا لانا بحب اتكلم ليه لانو الانجاز ده جينا قابليه انجاز تاني ان انت زي تتأهل من وسط منافسة صعبة في دولة متفوقة في الكارتير اتأهلت زي الاول برضو كان عندنا بطورة القطاعات اللي هي بطورة القاهرة يخدم مننا تمانية بقى كان لابنا بطورة الجمهورية برضو تمانية من كل قطاع بالبعدة الكبير اوي بصراحة فلعبنا عدم لمطخط كبير يعني 6 او ساعة مطخط في يوم واحد بيكون اه في يوم واحد اه الحمد لله جيبت اول جمهورية اول جمهورية اه الحمد لله بقى كده دخلت صيان المنتخب طواليب كتير اوي بس الكوميتي بياخدوا الاول بس صح الكوميتي لأ بياخدوا التمانية اللي يروح افريقيا كم واحد اللي رح افريقيا واحد هي كما انظامها هي واحد بس إس интересör سألح معك اربعه عشانتم جماعية عشان احنا احنا عندينا فقة الجماعية هم برضو عندهم فقة الجماعية بس ما كانش في الشباب كانت في الرجال في الرجال بيختاروا سبعة وأه Louis brze cláss 5 فهو يعني فرصة في الرجال بتobeغ أكتر أكبر بس هو تاهل واحد من تمانية بس أقوللك على حاجة لا واحد من كثير أود وانا أبقول لك آخر تمانية بقى بس اقوللك على الحاجة اه يعني الرجال اللي جولي والشباب في الكراتيقة والسيدات مش أول الجمهور اللي بتقاهل تتلاقي مثلا بتقهل التالت التاني ما تفهمش بعد كده بقى بنخش جوا بنعمل تصيات اللعبة اللي كسبوا السنة دي والسنة اللي فاتت واللعبة الدوليين بقى فصفنا كلنا والحمد لله ربنا كانوا نجيب تأول تقسمنا المجاميع كتير بقى ودوار كتير مشارك كتير الحمد لله جيبت أول ساعتها وربنا كانوا نسافرت طب خلينا أقول لك عمر انت 2006 اللي بيصفه معاك 2006 2007 ولا 2005 2006 يعني انت الزهار ولا كبير في السن أنا السنة دي الوسطاني يعني يعني انت خمسة ستة سبعة يعني انت لأ سيبك من لتحتك يعني انت دخلت مع 2005 كمان يعني فيه ناس جمدك 2005 والسنة بتفرق طبعا عدد كبير وشبرات أكتر يمكن مصطفى ما عندوش المشكلة انت مصطفى خلاص رجال انما انا سألتك السؤال ده ليه انت قلتيني انا في النص فانت ده يعتبر يعني انجاز بجد يعني طيب فاكر انت عملت ايه افريقيا مثلا متشادك كانت ازاي لعبت ايه لعبت كام يوم يعني كلمنا عن افريقيا قبل ما اروح طبعا لمصطفى البطولة دي بصراحة كانت من اصعب البطولات اللي عبتها في حياتي كلها ليه بقى البطولات في المغرب بتبقى صعب قوي قواني التشجيع والتحكيم بيبقى ملحظ جدا ضدنا فكانت بصراحة من اصعب البطولات كان فيه جمهور كتير جدا حتى ان هتبتلعبوا في الرباط ولا كذا بلانكا فبصراحة كانت جمهور كتير قوي وكانت تلبطوا نفسها كانت الحكيم كمان صعب قوي بمعانا مستحضرتش مطش الوداد بتاع افريقيا مستحضرتش مطش الوداد بتاع افريقيا مستحضرت كلهم صراح لك كنت نامس حاجة الاهلي ولا كله منتخب لأ كله منتخب لان انا عايز اقول لك استحضر بقى روح النادي الاهلي ومطش الوداد وجنع منع كنت هتفوت هناك يعني زي الفور اه طبعا لعبت اول مطش الولاد بتاع المغرب الحمد لله اكسبته عدم تكافؤ اه عدم تكافؤ بتوصل 9-0-8-7 فرق 8 نقط 8-0 لا اكسبت 10-2 10-2 كمان بعد كالتاني مطش لعبت ولد من ليبيا الحمد لله اكسبت وفي النهائي لعبت لعب من السرغيال يعني تلعبت لعبت مطشاط اه تلعبت مطشاط نار همم كان المغرب المغرب يعتبر نهاج اه بصراحة بس المطش الاخراني كمان كان صعب اوي بالنسبالي استوالي السنغال اه وكمان وديهم طويلة كمان كازا لعب من مصر قبل فرقة الشباب بتاعتنا كلها كانت خسرانا اه فبصراحة ده كان ضغط عصبي كبير اوي كان صعب اللي هو انا داخل بقى اخر المطش وستو الجمهور والناس كلها وصحابة كلهم خسروا فكان صعب اوي بس خليل اقول لك ان انا حاسس فيك ان انت ما شاء الله يعني ما بتقلقش هل هنا يعني ديفي في الستوديو لا ده حدوتة مهاراتو اه بصراحة بصراحة تعلمت انها حاج كتير اوي بره الملأ غير الملأ طبعا مش هكلم انها الحاجة في ملأة خالص لان ملأ كان مش هددلو حقه في حتة زي دي بس صراحة كمان في حتة ان انا مخافش وكده بصراحة لأ بصراحة علمني حاج كتير اوي مهاراتو ده لي ايادي بيضاء لعبك تير جدا بصراحة انا واحد منهم ومشترا في لي بصراحة انا ان شاء الله هكلمه وها راحت مرمعي ان شاء الله